السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسب التكامل من ناقص 1 إلى صفر لإكس بونونسيال ناقص إكس دي إكس قبل أن نحسب هذا التكامل لدينا إفل إكس تساوي إكس بونونسيال ناقص إكس فأبحث عن ذا التي الأصلية جرونت إف أو كيف إف كبيرة نبحث عنها بحيث جرونت إف بريم أو اشتقاق هذه الدلة الأصلية يساوي إكس بونونسيال ناقص إكس نعود إلى التكامل ونذكر بخاصية أو قاعدة مهمة تتعلق بالدواء الأصلية فإذا كان لدينا دال على شكل إف لإكس تساوي أو إف لإكس تساوي إكس بونونسيال أ إكس فدالة والأصلية هي 1 على أ إكس بونونسيال أ في إكس أ في المقام هنا بالطبع أ يخالف الصيفر في المعطيات الذين أو إكس بونونسيال ناقص إكس يعني أن أ يساوي هنا ناقص واحد إذن نطبق القاعدة بالنسبة لأ يساوي ناقص واحد إف لإكس تساوي إكس بونونسيال ناقص إكس نطبق نجد أن دالتها الأصلية هي ناقص إكس بونونسيال ناقص إكس إذن وجدنا الدالة الأصلية نعود إلى التكامل قلنا أحسب التكامل من ناقص واحد إلى سفر لإكس بونونسيال ناقص إكس دي إكس فنبين أيضا أن هذا التكامل يساوي أو ما هو إلا فرق لإكس بونونسيال ناقص إكس لسفر ناقص جروند إف لناقص واحد وجدنا الدالة الأصلية هي ناقص إكس بونونسيال ناقص إكس الذين هتين المعقوفتين تبينان تغيرات الدالة الأصلية إف من ناقص واحد إلى سفر فتطبيق عددي نعود هنا ناقص إكس بونونسيال لناقص صفر ناقص ناقص صورة إف جروند إف لناقص واحد نحسبها فنجد ناقص واحد يعني ناقص إكس بونونسيال ناقص ناقص واحد أ إكس بونونسيال صفر يعني ناقص واحد ناقص مع ناقص ذائب إكس بونونسيال ناقص واحد جمع تبادلي نجد أ نقص إكس بونونسيال ناقص واحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة